ترأس الفريق أول معالي شيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات اليوم اجتماع اللجنة بحضور أصحاب السعادة الأعضاء وفي بداية الاجتماع أشهد معالي الوزير باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للجهود المبدولة من أجل تطوير الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات منوها إلى أن هذا التطوير يأتي تنفيذا لتوجيهة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزارة حفظه الله وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق ومتابعة القرارات الصادرة بدأت اللجنة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها آخر مستجدات تطوير المواقع الحكومية حيث أكد معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزرية أكد على أهمية تطوير المواقع الحكومية وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات وتقديم المساعدة الفنية اللازمة والتأكيد على وضوح الإجراءات وحماية البيانات وخلال الاجتماع تم التطرق إلى آخر مستجدات نظام المواعد الوطني حيث تم الاتفاق على تدشين تجريبي لنظام المواعد الوطني على جهتين وأوضح معالي أن نظام المواعد الوطني يسهم في تقليل الأعباء وتقنين الإجراءات ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تقديم الخدمات بالشكل المطلوب كما تم الاتفاق على تدشين النظام الإلكتروني للوفايات وخطة تدشين نظام الوطني للمراسلات وفي ختام الاجتماع عرب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات عن شكره وتقديره لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين اشتركوا في القناة